اشتركوا في القناة الاجابة على بعض الاسئلة ونشوف ايش المواضيع اللي اليوم راح نركز عليها او نحكي فيها وان شاء الله انه الجميع يستفيد من هاي المعلومات يعني نأمل ذلك وبس ما تنسوا انه اذا عجبتكم الحلقة تحطوا لايك ما عجبتكم الحلقة عشان اعرف يعني حطوا ديس لايك انه ما عجبت مجموعة من الاشخاص اللي عنده اي سؤال يكتبنا اياه في التعليقات عشان الحلقة الجاي ننتقي من الاسئلة اللي بنقدر عليه ونجاوب عليه طبعا السؤال اللي راح نبدأ معاه اللي هو من صديقنا مازن بيسأل الله يسعد مساك كل يوم من طلوع الشمس توجد ساعة لكوكب هل توجد ساعة لكوكب بلوتو وكوكب اورانوس لا يا صديقي ما في ساعة لها الكواكب البطيئة يعني الساعات اللي انذكرت اساسا واللي انحط عليها جدوى النهار هي الساعات المعروفة للكواكب اللي هي القمر الشمس اللي هي الكواكب السريعة بدنا نقعد احنا على اساس انه ما نطولش في الموضوع بالنسبة لآخر كوكب وابطأها اللي هو زحل اما باقيها اورانوس ونتون وبلوتو ما بنحطوا بالجدول وما بتقدر تحطهم بالجدول طيب عشان نضيف اضافة بسيطة للاشخاص اللي ما بيعرفوه انه اساسا النهار بيبدأ دائما بساعة معينة هاي الساعة الها ارتباط بكوكب معين وبنقسم النهار ل 12 ساعة وبنقسم الليل ل 12 ساعة غير الوقت اللي انتو بتعرفوه هذا هو الحساب الفلكي لتحديد الساعات وكواكب الساعات اللي انا بحط دائما الكوكب سعيد منتحس سعيد منتحس وفيه اشخاص بسألوا بقولك انت ليش بتحطها بقولهم هاي فيه ناس بتعرف تحسبها وبتعرف تطلعها فبيطلع معهم حسابك عشان اوار جيكو عظمة هذا العلم يعني جزء منه مش رح نحكي عن شيء كثير كثير منكو بسمع انه عن يوم الجمعة وفضاء اليوم الجمعة وانه في يوم الجمعة مثلا فيه ساعة لو دعي فيها لا اجيبت يعني هاي الساعة ساعة مستجابة علماء اللي بيعرفوا في علم الكواكب والساعات هاي بيجوا بيمسكوا مثلا يوم الجمعة ان كان صيف او شتاء قصير او طويل بيحسبوا من دقيقة الشروق لدقيقة الغروب وبقسموها على 12 عشان يصير عندهم 12 ساعة فممكن تطلع هاي الساعة مدتها 50 دقيقة او 52 دقيقة او تطلع 65 دقيقة فبيجوا بعد ما بيقسموها بوزعوا الكواكب فطبعا يوم الجمعة اول ساعة فيه بالنهار اللي هي من عند الشروق هي ساعة الزخرة بعدها اطارد القمر زحل مشتري نظلها ماشي الان الساعة الخامسة دائما هم كانوا ياخذوا انه الساعة الخامسة هي ساعة المشتري هي سعيدة بتعمل فيها للطلب كل الحواج الان عشان الموضوع هذا شوي يصير اكثر من ساعة فيه انه ما حدا يقدر يوصل للساعة هاي ففي الساعة الثامنة هي ساعة الزهرة برضو سعيدة بتعمل فيها للطلب وبرضو في نفس اليوم في الساعة اللي هي قبل الغروب مباشرة هي ساعة المشتري بترجع كمان مرة ساعة المشتري هي سعيدة تعمل فيها للطلب كل الحواج فهسا الساعة اللي ربنا يتقبل فيها دعاء هي الساعة الخامسة ولا الساعة الثامنة ولا الساعة اثناش طبعا هنا ما حدا بيقدر يحددها فبيجتهدوا انه يصير تركيزهم على هاي الساعات في الدعاء والقراءة والتلاية والتقرب والتسبيح والعندهم اورد اورد معين بيستلموا هذا الوقت على اساس انه هو يكون مثلا يا في الساعة الخامسة يا في الثامنة يا في الساعة اثناش فكل نهار تختلف مثلا الجمعة بدت بالزهرة السبت بتبدأ بزحل لانه كل يوم الو دلالاته فمثلا الاحد اسمه sun day sun day بيبدأ بالشمس لانه الشمس اللي هارتباط بيوم الاحد الاثنين moon day بيبدأ بالقمر ثلاثاء بالمريخ الاربعاء بعطارد الخميس بالمشتري الجمعة بيبدأ بساعة الزهرة والسبت بتبدأ بزحل فكل يوم بختلف طبعا ما بتختلف على مدى السنوات هي هي نفسها بترجع بتعيدها ساعات النهار بتبدأ بشيء مثلا الجمعة بتبدأ بالزهرة اول ساعة من ساعات الليل بتبدأ بالقمر وعلى المجرة هذا جداول فعشان هيك بيجوا اشخاص بيجوا بقولك يوم الاثنين الساعة مش عارف ايش الها هاي للزهرة اقرأ فيها طيب ممكن الزهرة منتحسة طب انت بتقول لي اقرأ في وقت الزهرة والزهرة منتحسة ليش لايش اقرأ طب ما هي مش سعيدة يعني بالوقت هذا هي منتحسة معناته لا تصلح اني اعمل فيها للطلب لكل شيء فهي بصيروا ينتظروا ساعات الكوكب اللي انا بحكي عنها انه اليوم هذا سعيد وبطابقوها عيوم الاثنين لساعة الزهرة عشان يشوفوا انه هل هي سعيدة الان لو طلبت فيها او قرأت فيها او دعيت فيها تتوافق المعادلة بككل ولا لا عشان هيك انا بعمل لطلابي وللاشخاص المهتمين اللي انا بعرفهم بعمل لهم لانه انك تستخرج سعادة ونحوصة الكواكب مش الامر السهل ومش اي فلكي بقدر يستخرجها كلهم بتطلعوا على برامج معينة بشوف جنبه انه الاخضر طويل هيك بقولك سعيدة الاحمر طويل هيك بقولك لا هاي نحيسة طب كيف عرفت على اي درجة اتصالاتها كواكبها زواياها يعني امرها مش سهل فعشان هيك انا لما باجي بعملها الناس بتفكر انه الاشي الهين يعني بتحكي سعيد نحيس سعيد نحيس وخلص لا هي من اصعب العلوم انك تحدد ساعات نحاستها وسعودتها ومن السهل جدا انك انت تطلع الجدول هاد او تقدر تحسب على الجدول هاد طيب السؤال الثاني طبعا هنا ندخل شوي في الدين هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله السلام يعرف علم الفلك ام هي عموميات الفلك لا يا صديقي لا يا عزيزتي هي مرح طبعا اللي بتسأل هذا السؤال اولا علم الفلك مش بالعلم الهين اللي الناس بتشوفوا انه هو تحليل شخصيات وبحكي عن القمر وين وشو هاد كل علم الفلك اللي انت بتحكي فيه حتى اللي حللوه ومسكوا فيه تبعين التشريع اللي هم الشريعة والشيوخ ولا يعني وقال لا هو بتأخذه بس انت عشان تحدد الشروق والغروب والمواقيت والاهلة وهذا طبعا هاد ابسط اشي احنا بنعرفه في علمنا احنا هذا علم الفلك اللي انا بشتغل فيه ابسط شي اني انا احدد لك الشهر امتى ببدأ وامتى بنتهي والاهلة والاوقات ووقت الصلاة وهذا ابسط شغل اني انا اشرح لك ياه وعلمك ياه ومش بحاجة للتعقيدات او للنجوم وتحديد مواسم الزراعة والقطف والتقني بالزرع او قلب الارض وهي هاي بسيطة جدا بعلم الفلك وهذا جزء بسيط من بداية المدارس في علم الفلك انك انت تتعلمه الان هذا الاشي اللي انا بحكي عنه الزوايا واقترانات الزوايا والامور هاي هي باخده منها اشي واحد بقولك انه خده اللي تحدده الكسوف والخسوف ما اليك في غيره وحرام والتحريم والتحليل والشغلات اللي زي هيك ماشي فالرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آله السلام وعلى أصحابه السلام وعلى وعليك السلام كمان هو علم كل الانبياء والصالحين والعلماء والأطباء والفقهاء وعلماء التشريع عشان هيك لو ترجعي انت في التاريخ او ترجع لك قصة او سيرة اي واحد من علماء المسلمين خلينا ناخذها في علماء المسلمين بقولك انه كان عالم ركزي معي كان عالم بالطب والكيميا وعلوم الفلك اصعب علم ممكن تتعلميه على وجه الارض هو علم الفلك ليش؟ لانه هاي العلوم يعني علم الطب وعلم الفلك وعلم الكيميا هاي العلوم اللي بتفتح مدارك العقل وبتخلي الانسان يستخدم اكبر سعة تخزينية من مساحة الدماغ وهاي ويصير عالم لانه بصير يفهم فهي اساسيات اللي بده يصير يفهم يتعلم هاي العلوم ثم بعدين بدخل وابدع في علم الحديث وحفظ القرآن وبتصير تلقائيا العلوم الاخرى هي مكمل اساسي لانك انت عملت نضوجة للعقل اجوا هسا شو سووا ابعدوكي عن الكيميا وابعدوكي عن الطب الاساسي اللي هي العشاب وتركيب العشاب اللي اساسا برضو مرتبطة في علم الفلك لانه بيجي بقولك العشب هاي للجسم الحار الرطب انا بحكي معك كطبيب مش بحكي معك هسا كفلكي او للحار اليابس او هاي العشاب تنفع لكذا ولكذا ولي طرد الصفرة او طرد البلغمية او 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 هاي كلياتها جهلوا الناس فيها خلوكي تروح او الناس تروح على ايش اه كيف تتحدث اللغة باربعين ساعة او اربعين دقيقة اه كيف تصبح عاشق بمئات رسالة اه خلوكي تروحي على اه مئة مرض جنسي اه كيف تكسب قلوب العاشقين كيف مش عارف ايش وانسيت العلوم الاساسية اللي بتنضج فعشان هيك صار عنا جهل وصرنا احنا تابعين لأمم بخذوا بهاي العلوم وبطبقوها واحنا ركناها عرف لانه عالم جديم بوجع الراس ليش نتعلمه فاكيد بما انه كل هالعلماء اتعلموا علم الفلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لانه هو اول من حدد الاهلة وحدد الشهور وحدد الاوقات ومن الليل اه كان يسجد او كان يسبح الا قليلا فهاي كلياتها من علوم الوقت وعلوم الاوقات فاكيد كان هو مبدع في هذه العلوم مش انه بس متعلمها ولكن ما وردنا احنا عنه انه هو تعلمها او تحدث فيها او نصح فيها الا قليل يعني قليل من الاحاديث عن هذا الموضوع ليش؟ لانه هذه العلوم كانت اساسية للجميع انه يتعلمها فمش ضروري انه ينحكي انه فلان تعلمها او ما تعلمها ولكن ما اجهى في الحديث الموروث اللي اجانا احنا تشديد او تركيز على انه هذا العلم اه اه نصح فيه او ما نصح فيه فلو اجه اقولك اه هل الرسول عليه الصلاة والسلام نصحنا في علم الكيميا ما فيه ولا حديث اه هل نصحنا في علم الطب؟ لا بيجي بقولك نصحنا في الطب النبوي الحجامة والمحجم وكي النار والاعشاب وبعض الاعشاب طب وعلم الطب كله وين راح هم اخذوا الاشياء اللي بدهم اياها من الموروث هذا وصلونا اياها والامور الاساسية كثير من هاي الاحاديث التغت او من حك عنها او من جاب سيرتها او من حك فيها لانه العلم هذا علم سيدنا ابراهيم وعلم سيدنا ادريس اللي هو ذكر القرآن اه فنظر الى النجوم قال اني سقيم سيدنا ابراهيم اه سيدنا ابراهيم اه قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين انه شاف الشمس بعدين القمر بعدين شاف الشمس اكبر منه بعدين ليش انه كان يراقب النجوم فهذه علوم انبياء ولكن احنا اللي منحكي فيه هاي رمزية او احنا البسيط من العلم هاد لانه ما منقدر نشرح احنا شغلات كبيرة في العلم هاد لانه لازم انا لما اشرحها اشرحها لناس انا مأسسها عشان هيكي عملت الفقرات هاي لتوعية الناس وتعليم الناس انه هذا علم مش سهل وفي نفس اللحظة علم لازم تتعلموا ولازم تفهموا فصرت اشرحه ببساطة او بنوع التبسيط عشان يعشقوا هذا العلم عشان يصير عندهم ادراك لهذا العلم عشان يبحثوا في هذا العلم عشان انضج عقولهم لهذا العلم عشان اطلع في النهاية اني بوضاعة بذري انا في هذا المجتمع انه يصير يحيي العلوم القديمة ويصير من المسلمين اللي ينشد فيهم الظهر وينحكى عنهم علماء فانا ما بجهل انا بعلم بس اعتقد اني انا هي جوابت والله شايف انا اليوم كله حكينا رح يكون بالدين يعني الاسئلة كلها الى علاقة بالدين فخلينا بما انه احنا فتحنا المواضيع الى علاقة بالدين فخلينا نكمل في امور الدين فعندنا سؤال خلينا نشوف نقرأه مع بعض ونصحح النقطة اللي شوي معني لازم اجاوب عليها السؤال من اي من قول السلام عليكم يا دكتور الله يشفيك ان شاء الله دكتور لي سؤالي اول اشي ملاحظة باللغة اذا قلت الله يشفيك ان شاء الله اه هذي يعني اه الله يشفيك بدون ان شاء الله لا تحط ان شاء الله بتحط ان شاء الله الله يشفيك في المقدمة اه بس انه الله يشفيك ان شاء الله طب ما انت دعيت انه يشفيني ليش حطيت النفي باللغة اهل اللغة بعرفوا انا شو اللي حكيته بس هاي توضيح انه ما تتبع دعائك في النهاية يا رب اعطيني وارزقني هذا ان شئت في هذا الموضوع او ان شاء الله ان شاء الله بتنحط في البداية ما بتنحط في النهاية طيب يا دكتور ليه سؤال لما قلت زارك عطارد وكل الامور تعطلت افهم من ذلك ان التوكل على الله لا يجدي منفعة والعياذ بالله وكل حياتنا تسيرها الكواكب على ما تسؤال يعني احنا نقول ان شاء الله يجي الكوكب ويخربط الامور لا يا صديقي انا عشان انا اصلح لك اياها بدون ما تسمح يعني انا مش ضد انك انت تفكر ومش ضد انك تحل ومش ضد انك تسأل انا مع الكل يسأل حتى بالامور الصعبة واللي بيعتقد البعض انه ممكن انها تجرك لشركيات او لكفر والعياذ بالله طبعا ان شاء الله انك انت مش اهلها يعني مش منهم فعشان هيك انا حاب اجاوبك احنا مثلا انا باجي بتطلع على السماء بشوف انه في منخفض اعتبرني راس الجوي بشوف منخفض المنخفض هذا قطبي حامل مع ثلوج الثلوج هاي على حسب سماك الرطوبة والضغط الجوي وسرعة الرياح والبرودة والوا وا 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 الى ما لنهاية حددت انا انه سماكة الثلوج هاي بدا تيجي خمسين سانتي فباجي انا بقول كراسة جوي احذروا في منخفض جوي قطبي راح يمر بالبلاد وراح يكون يتشكل من خلاله تساقط للثلوج ارتفاع او سماكة الثلوج في بعض المناطق ممكن توصل لخمسين سانتي فهذا الحكي اللي انا حكيته بفيد الاشخاص العقال اللي بفهمو او اللي بيستخدموا ادمغتهم انه هو يحتاط ما بين وقود ما بين طعام ما بين ما بين ما بين اشياء على اساس انه يحتاط من المنخفض انه لو عطلت البلاد او سكرت الطرق او او الى ما لنهاية عنده ما يكفي ويكفي عياله احتاط اخذ اللازم ماشي هاي نقطة الان بد اقرن لك ياهلا موضوع عطارد عطارد احنا منيجي بنقول هذا الكوكب له علاقة بالاتصالات والمواصلات الان انا بحكي معك فلك لما بيجي بتراجع بعمل نحوسة رب الكواكب رب الكواكب هو الله عز وجل جعل هذا الكوكب في هذه المزايا انه مزايا انه يتحكم بالكهر مغناطيسي الامور اللي تتعلق الاجهزة الالكترونية والعقول البشرية بانها تخليها عندها قدرة على التواصل والاتصالات والاقناع وفن الاقناع والمراسلات وا 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 الى ما لا نهاية جعلها هبى لهذا الكوكب انه من خلاله يبث اشعاعاته فيتحكم في هذه الامور يتحكم ومش يفرض سلطته وصيره هو طبعا امر الله على فوق كل كوكب وفوق اي انا وفوق كل مخلوق ماشي الان هذا الكوكب لما بتراجع بعد رقابة الاف السنين لهذا الكوكب بحدث نوع من انواع السلبية والمعاكسة للاشياء اللي الها علاقة بالاتصالات والمواصلات تطورنا احنا بالتكنولوجيا وجدنا انه برضو بيأثر على الاتصالات والمواصلات والكمبيوترات والاجهزة اللاسلكية والواي فاي والامور اللي الها علاقة بالانترنت واواء العمالة النهاية طيب لما باجي انا بقول انه كوكب عطارة بده يتراجع معناته بده يأثر لمدة ثلاث اسابيع على كل شيء بالعلاقة بالاتصالات والمواصلات وممكن انه يعطلها في بعض العند بعض الاشخاص ويسبب لها نوع من انواع النحوسة او الدمار او العطل او الخراب فعلى الناس انها تحتاط وتأخذ اللازم على اساس انه لو صار هذا الشيء يعرفوا كيف يعالجوا بدون ما يتدمر مصالحهم يعني انا لو لا اني مثلا عندي جهاز كمبيوتر ثاني لابتوب لصديقي موجود وهذا كان انا ما عرف تسجل الحلقات وارفعلكو اياها ولولا عنا احتياط انه كيف نشبك احنا شبكة انترنت على شبكة ثانية على اساس اني انا اقدر ارفع الحلقات لما كان عندي وكان تعطل الانترنت زي ما هو تعطل لما قلت زارني عطارد وفي نفس اللحظة لتعطل الكمبيوتر وانا ما عملت حلقات ورفعتلكو اياها ولكن هذا خلاني احتياط اليوم صار عندي عطل في السيارة بكل بساطة هيك تعطلت بدون اي سابق انذار وقل له علاقة بالكهرباء زي ما برضو حذرنا من عطارد فاجيت انا شغلت زارني عطارد طبع عطارد زارني بامر الله عز وجل في البداية طيب انا لما اجي اقول يا رب يا رب ابعد عني شر عطارد يا رب ابعد عني شر عطارد يعني هيك خلاص راح شر عطارد اذا ربنا كاتب انه بدي يصيبني هذا الشر بدي يصيبني هذا الشر ولكن هو قيل انه يرفع عنك القضاء بالدعاء والصدقة ولكن ان ربنا اراد وقدر على اي من القرآن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ابتلا اعتبر من رب العالمين لا يمتحنك يشوف عقلك يشوف جاهزيتك فهنا لم ننفي ارادة الله بالعكس هذا العلم بعمق ارادتك بالله وقدرة الله بيخليك تشوفها وتلمسها وتعرف عظمته فعشان هيك بصير ايمانك بالله اكثر لانك انت بتعرف على علم مش بتعرف على جهل بتعرف انه ادق التفاصيل لربنا كيف ربطها في بعض وتحكم فيها في بعض وجعلها كلها تتحكم في كل كوائن ادق التفاصيل في الكون ربطها كلها في بعض فمش سهل هذا الكون ما خلق عبث ولا باي شيء عشان هيك رب العالمين قال والذين يتفكرون في خلق السماوات تتفكر في خلق السماوات تتفكر ايش يعني تنبطح هيك تتمدد على الارض وصير تتفرج على السماوات وتشوف لنجوم ها تتفكر في علمه وقدرته وصنيع بديع صنعته هو يعني هذا الشيء تحدى فيه فعشان هيك هذا الشيء بيزيدك ايمان مش بضعفك ايمان وبجعلك تتوكل على الله في كل شيء وربنا له الارادي في كل شيء ولكن عليك انك تعقل للامر هذا وتتنبه عشان تحتاط فاذا احتاط ممكن انه هذه تعتبر شفاعة لا اليك او تعتبر شيء مانع للضرر لا اليك ولكن مش طيرة عشان نفصل في ناس بتتطير من هاي الامور يعني بمعنى خلص تراجع عطارد بقعد في البيت وبسكر ع حاله الباب فلا لا ما بعمل ايش ما بدا تجوز ما بدا اشتغل ما بدا بيع ما بدا اشتري ما بدا اصرف ما بدا اطلع ما بدا سوق ما بدا طير ما بدا اسافر ما بدا اعمل ايش لان عطارد بتراجع فبدمر حياتي هذه اسمها طيرة فعشان يقول لك اعقل وتوكل يعني ارجو انه اليوم ما عنا سؤالين دين اثنين مرتبطات في بعض انه يكون يعني شيء اعطى نتائج ايجابية خلاكوا تعرفوا شوي ما بين العلم وما بين الدين وانه اثنين هدول اثنين مرتبطات في بعض مش منفصلات عن بعض والدين بدون علم هو جهل والعلم بدون دين اجهل واجهل كمان فعلى الجهتين هذول مرتبطات الدين وعلم مع بعض خلينا نروع على توقعاتنا اليوم طبعا اليوم توقعاتنا اليوم السبت 12 حزيران القمر طبعا موجود في منزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 8 و54 دقيقة من ساعات الصباح صباح السبت لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الطرف وهي للمضرة وللمشاكل طبعا رغم هيك القمر رح يكون سعيد طيب القمر موجود بالقوس وحكي بالسرطان وحكينا لما بيكون القمر في برج بنوخذ من صفات هذا البرج فأهم صفات لبرج السرطان تأثيرها لما يكون القمر فيها بنشعر بهاي الفترة بقوة العاطفة ومن حاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من من العمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أننا نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حسسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا في هاي الفترة شراء عقار أو زراعة نبتة ماء أو شجيرة اللي انتبه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا القمر اليوم رح يشكل زاويتين والزاويتين إيجابيات رح يتأثر علينا تقريبا يعني معظم ساعات الفجر وساعات النهار لغاية ساعات المساء الزاوية الأولى هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر والزهرة وبما انه قمر وزهرة معناته هذا يوم جميل جدا لأمور اللي إلها علاقة بالتجميل وإلها علاقة بقص الشعر وصبغ الشعر تقليم الأظافر أو العمليات التجميلية الزهرة زي ما حكينا اقتران إيجابي ما بين القمر والزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة الستة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة التسعة وعشر دقائق صباحا تأثيرها أنها بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للقمر طبعا حكينا أنه موجود بالسرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد اللي هو الأحد الثلاثة ستة بيبدأ في تمام الساعة حداعش وخمسة عشر دقيقة قبل الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة مساءا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر فالقمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بصير عمره ثلاث أيام نسبة الإضاءة بتصير ثمانية في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزة حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية القمر في السرطان حتى يوم ثلاثة وستة سعيد بنسبة ثمانية في المية عطارد في الجوزة يتراجع حتى يوم اثنين وعشرين ستة منتحس خمسة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم سبع وعشرين ستة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في السرطان والأسد وتقريبا استقره في برج الأسد ورح يمكث في الأسد حتى يوم 29 سبعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية مرج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء أنكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة تحديدا أو على أحد أفراد العائلة موسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بدكوا تحاذروا من التصرف العدائي أهم شيء وما تخالفوا القوانين والإرشادات ممكن تعاني من الإرهاق النفسي وممكن تسمع عتاب أو لوم بسبب إهمالك أو كلام جارح مثلا بسبب بعض التصرفات برج الثور بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والحوارات اليوم مناسب جدا وبتقدروا تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم أهم شيء أنكم تكونوا أكثر صبرا على طرقات أثناء قيادة السيارة هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان برضو بتقدر تعبر عن رأيك اليوم بهدوء دون إثارة العدوات والتحفظات لا تترك مجال للغموض حاول تكون واضح بكل شيء باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة اليوم ما رح تهدأ وطيرتك من كثرة النشاط والمواعيد والحركة برج الجوزة تم فرصة لمكسب بكون مالي على الأغلب بيجي من عمل إضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية خففوا من النفقات قدر الإمكان ممكن اليوم تناقش موضوع تمويل أو قرض ممكن تحصل على التسوية اللي أنت بتحلم فيها اليوم ممكن تفتح أمامك أبواب للحوار والنقاش البناء حاول أنك تبرر مواقفك ووضح أي سوء تفاهم برج السرطان طبعا اليوم أنتم عندكم مشحونون بنشاط وحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم إيش أنكم ما تترددوا من فرض وجهة نظركم اليوم ترتفع المعنويات إلى أجواء واعدة بحسم إيجابي أو انطلاقة لعمل أو صفحة جديدة في حياتكم الفترة هاي بتحمل تقدم وأخبار جديدة وممكن تعدلكم النشاط لحياتكم اليومية وتعتبر هاي من أفضل الفترات في هذا الشهر برج الأسد طبعا لغاية الغد اليوم الأحد بظل القمر موجود في بيت المتاعب عندكم لهو في السرطان فعشان هيك التعب بظل مسيطر عليكم حاولوا أنكم تنجزوا اليوم فقط ما بوسعكم من عمل عاجل حاولوا أنكم تخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما بتحمل بعض الخسائر والفشل أو الأمراض خلال هاي الفترة ممكن تفشل أعمالك في حصد النجاح وتخيب أمالك ممكن بسبب تأجيل أو إلغاء في اللحظات الأخيرة لبعض المواضيع أو بعض الموعيد برج العذرة اليوم بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد أحدهم ما بناسبك العمل مع مجموعة إلا إذا كنت جاهز فبصير الوضع بناسبك وخصوصا مع الزملاء أو مع الآهل إذا كنت مستعد لهذا الموضوع أنت بحاجة للتحالفات اليوم عشان هيك ما تسيء لأحد وما تعمل أي خلافات ممكن تفرح لتفاهم الآخرين لا إلك وتحصل على التأييد اللي أنت بالدكية وممكن تشارك اليوم في ورشة عمل وتكون نتائجها ممتازة برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين اليوم بوسعك وإثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر كأنه محيطك المهني أو الاجتماعي ما بيتعاطف أو بيتعاون معك أهم شيء أنك ما تخشى المواجهة أو المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل قلق وتوتر فعشان هيك بدك تكون حذر برج العقرب بتنشطوا اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أهم شيء أنك تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة وخصوصاً اللي عندهم سفر أو عندهم بدهم يمشوا مسافات طويلة اليوم بتعيش أجمل اللحظات وأكثرها حظاً بتختفي المنافسات والعدوات واليوم ممكن تصير جميع تحركاتك سهلة أهم شيء أنك ما تقف ساكن حاول أنك تتحرك وتستغل الفرص الإيجابية أو أي شيء بكون في مصلحتك برج القوس بتنهم كل يوم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء أنك تتصرف بدون تباطئ لتصحيح الأوضاع ولا إعادة بعض الأمور لنصابها حاذر من مخالفة القوانين والتعليمات وحاول أنك ما ترفض أي مساعدة من قبل الآخرين اليوم ممكن تتعالج موضوع مالي أو موضوع إداري ويكون مهم لا إلك برج الجديد طبعاً القمر موجود مقابلكم فهذا الإشي شوي بيسحب من طاقتكم أو بيخلي طاقتكم ضعيفة ولكن في إيجابية وفي سلبية في التوقعات اليوم بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة وحاول أنكم تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العاطفة والعمل يعني زي الأزواج برضو هاي الفترة لأن طاقتكم تكون ضعيفة فتكون فترة متوترة وممكن تتورط في أزمة ما وممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور والخطوات أو ممكن تغير نمط معين لا بأس في ذلك حاول أنك ما توجه انتقاد لأحد خلال هذا اليوم برج الدلو بيتراكم العمل عندكم ولكن حاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم حاولوا إنما تدخلوا في مواجهة مع زملائكم أو زملاء العمل وحاضروا من تراجع صحي حاول إنك تغيروا الأولويات إذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في أعمالك أو إنه يتأجل عمل أو إنها تتراكم الأعمال عندك وما تقدر تنجزها عشان هيك ضروري إنك ترتب برنامجك بشكل جيد برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم اللي بيقدم على فرصة مناسبة أو بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة وللتسوي وكذلك للتعارف والارتباط اليوم عندك نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الأمور أيضا ممتازة جدا فهي الفترة إيجابية على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالعاطفة أمور الحظ أمور الأحبة أمور الأبناء أمور المصالحات وحتى أمور اللي إلها علاقة بالهوايات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر